اليوم الحلقة قدمت لنا مفهوم اسمه سكرين رايتنج السكرين رايتنج هو لما تحول نص يقرأ إلى شيء أشوفه على الشاشة تحول لي كلمات معينة لما أقره أفهمها بطريقة بس لما تقال في الشاشة بأصوات ومؤثرات لازم تقال في لحظة معينة مختلفة عن اللحظة اللي قيلت فيها لما كانت مكتوبة وفي عندنا أيضا في طريقة سكرين رايتنج أو طريقة إدارة النصوص لما تحول نص رواية إلى نص مصور اللي هي القصص المصورة بعدين لما تخرجها تحولها إلى شيء محرك تحريك يكون فيها سكرين رايتنج وعلى فكرة السكرين رايتنج أيضا فيها ستيج رايتنج لما أحول هالشيء إنه يتمثل على مسرح ولما أحول شيء من مسرح إلى فيلم يتغير ولما أحول فيلم إلى مسلسل لأن الأوقات تغير سؤل أحد كتاب نص رهيبين رائعين ليش ما شفنا لك مسرحية؟ قال المسرحية صعب صعب أني أكتب فيها ليش؟ لأن أنا لما أكتب مسلسل من ثلاثين أربعين خمسين ستين حلقة فرما فوق عندي وقت وأنا أبني العقدة وكيف هذا تعرف على هذا وكيف رايت فهالشيء يعطيني مساحة طويلة فلما تجيني يقولي ضغطة في ساعة ونص إلى ساعتين هذا يحتاج فن وكيف أني أخذ شيء يطرح في ساعة ونص إلى ساعتين وأطرحها في ثلاثين حلقة هذا فن وكيف لما أخذ لك شباتر الحين نتكلم من المانجا فريم واحد في مؤثر هنا في حركة هنا في كلمة هنا خليها قدامك بحيث تنتبه الكيش لأن كنت تطالع فيم بتشوف هذا وبتشوف هذا وبتشوف هذا وبتشوف هذا وبتركز عليها كلها بس لما أشوفها في الشاشة هذا يتكلم وهذا يتكلم وهنا مؤثيرات صوتية وهنا ساون دي طاك موسيقي وهنا لغز وهنا شيء ينقط فلازم أوزعها صح اليوم الاستيديو تعامل مع هالموضوع باحترافية لن ننكر أنه من قبل كان لهم سقطات لكن قبل لنطول عليكم جهز لك شيء تاكله تشربه أوه اليوم المفروض صح معليش اليوم هو العشو الأواخر إذا تشوفنا تصايم تقبل الله صيامك وقيامك وكفر عنك سيئاتك وإذا أنت تشوف الحلقة هذي بعد الأفطار صياما مقبولا نتقبل الله طاعتك جهزك شيء يمخمخك يمزجك وأهم شيء كي تستمر حلقاتنا لا تنسى ادعمني باللايك لايك بالبلاش والبلاش ولا أعلم بلنا زروا اللايك والاشتراك ويلا خلونا نبدأ حلقة ون بيس الف وثمانية وعشرين كانت بصعود البيغمام الشيء اللي وقفنا عليه في أكثر من مشهد وقفت عليها قليفاتها يعني قتال لوفي وكايدو وقعود البيغمام كانت البداية هنا لوفي وكايدو وكايدو وقل حق لوفي أنت حبي تضربني أو بالكلمة اللي قالها لوفي بط بس خل كلماتك توصل كلماتك ووك ذا ووك دون توك ذا توك يعني لا تكثر هذا أمش ورني خل لكماتك توصل معنا كلماتك لا تهذر وتهايض يجي من مشهد ثاني البيغمام وهي صاعدة وهنا كان في إضافة جميلة من الستوديو ولادة الغيمة الجديدة طريقة ولادتها هذا شيء ما جاء في المانجا لكن تفصيله لطريقة ولادتك كيف ناخد الطاقة وأرسلتها وزرعتها في أي شيء كنا من قبل نسوي نظريات ونسوي نقاشات كيف البيغمام تزع روح هنا جباه لأي هي تنتزعها من نفسها مثلما تنتزع وروح من أحد بعقابة تنتزعها من نفسها وتشوف أي شيء قدامها ما فيه روح تزع فيه ويستمتع بروح البيغمام ترى روحها الطفولية يوريك أنها لأي درجة تراها أنا أراها يعني مظلومة لأن روح كانت بيور لأطلقتها البيغمام مشكلة اليوم كو بيغمام لما شفتها المشهد هي طريقة اللي أجرمت في حقها ماذا كراميل وبعدين راحت في طاقة موكس في زبك بعدين جاء الطباق هذا استغلها عقليتها أمها وابوها اللي تخلوا عنها لدرجة أن روحها اللي انتزعتها وأرسلتها إلى الغيمة كانت لذيذة هل هي لذيذة لأن قوتها مدمرة أو هل هي لذيذة لنقاءها وهذا اللي يخلي اللي حولها ولي لها منتمي لها يدافع عنها ويشوفها أم فعلا روح اللذيذة لأكلها وأنا أعتقد هو نقاء ولذة روح وليس القوة الدليل في هالشي زوس لما أكل البارك حق نامي ترى البارك حق نامي ولا شيء من روح البيقمام ولا شيء من بارك البيقمام بس نقاءة جودتها لتعلمتها نامي في جزيرة السماء خلتها يعجب في الطعام وهنا هذا اللي خلي الغيمة تعجب روح البيقمام النقية ترى أن الحين النتيجة النهائية أنها صارت تيونكو شريرة قذرة وما إلى ذلك هذا ما يهمنا نتكلم عن العنصر الرئيسي في جسمها فمشهد رهيب لإطلاقها الروح وكيف أنها تكونت كيف أنها تنزل طبعا شيء اللي يأكد لنا أنها غيمة وهو لما قال يستسكد إحنا حبسين غيمة كالغيمة هالي في غيمة إحنا حبسين هذي منين جات فكلمتها هذي منين جات هذي خلانا يقول لك إنها هذي غيمة فأنا أحل للك كيف طرح الستوديو الحلقة بشكل صراحة مرة مرة مميز غضب البيقمام غضب البيقمام أنا شفته بطريقة مصورة في المانغا فعلا لكن الستوديو وصلها لي بشكل أجمل غضبها الهالة المتقدة منها العصبية النارية اللي شفتها في طاقها وأطلقت شعلت برق الطاقة أيًا كان يستسكد الشخصية اللي نزعتها النفسية إنها مواجهة هرب في المشهد هذا وهنا الموضوع ما لا علاقة إنه يستسكد شخصية جبانة وإنه لمجال جد هرب لا الموضوع ما فيه هو إنه فعلا واجه شيء قوي والذكاء هنا مبنى يموت المشاهد الكوميديي اللي سوية معلوفي في مواجهة الخطر وإنه يضع نفسه على حد الموضع ما قلت لكم الكاتب والاستيديو حيانا يحبون يستخدمونها لشد المتابع لكن هذي مهي بشخصيته إذا في شيء في الحلقة ممكن أن تقدى واعتبره شبيل بالسقطة لأنه أنا صريحة مو متأكد منه كيلر وهو يتكلم ما كان يضحك وهذا الشيء تغربته شيء قام يتكلم بجدية مفوض إنه الموضوع مو بطبيعة صارت ولا إنه من أخلاق الضحك لا هذا مرض ما تقدر تقاومه هذا مرض أصابك بسبب أكلك للفاكهة هالي فكيف على الحين ما قام يضحك هل هو تلميح لشيء ممكن يصير قدامه وإنه الموضوع مش مرض عضوي الضحك بل مرض نفسي تسبب الفاكهة وممكنهم يطورون من هالشيء قدام إنه يتغلبون على المصيبة هالي مع أنه يعني إذا أنت واجهت بس البيغمام استوجعت وباطت جأشك يا هندي الطفلة اللي قتل أمامها أبوها يتسويي لما قتل فقد قتل قدام بنته وبنته تمت تضحك وكل اللي يحبونها في مدينة أعتقد كان كوري ضحكوا وهم يدمعون فإذا الموقف ما هزهم أكد لي أن المرض الضحك مرض عضوي فكيف كيلر هنا استمر في الكلام دون ضحك المشكلة مو مشكلة يعني قطع رسم لأن هذا في مؤدي صوت ومؤدي صوت يقرى الشخصية يشوفون في كثير من تصريحات ومبيس ولقاءاتهم في المجال يجبون مؤدي صوت يسألون عن شخصية الشخصية أو الطباع الشخصية اللي أداها يعني أودى لما يسأل أحيانا عن شيء خاص بسنجي بشخصيته أو روبن أو نامي يخليهم يسألون مؤدي صوت لأن مؤدي صوت يدرس دراسة نفسية للشخصية عشان يعرف يعبر عنها أكبر دليل مؤدي صوت أسوب لما يجي أدي صوت أل في ديث نوت شوف الفرق كيف أنه لما يأدي صوت أسوب حتى يلبس أحيانا زيء أسوب يسوي كوس بلاي أسوب يعيش شخصية أسوب لما يأدي صوت أل يحط الميكب الأبيض والقميص الأبيض يجلس على كيلسي كل نراسك صبعة عشان الصوت الصوت اللي يسوي أل وهي يتكلم يطلع زي ما هو مطلوب بكل الظروف اللي تواجه الشخص عرض على صبعة وهي يتكلم فالحيء ما أدي صوت كيلر أخطأ الأستوديو أخطأ المخرج أخطأ ولا الكاتب عاوز كده هذا السؤال فعلا اللي أنا نفسي والله ما عندي لها إجابة مستغرب منه جدا أتمنى أن يكون له يعني هدف في المستقبل ممكن يشوفه لكن هذا هو بعلق على سقطات الحلقة أطلقت البيغمام طاقتها وهنا نجي للتوزيع اللي قلت لكم توزيع المعارك في ون بيس تم لوفي وكايد وفوغ هنا يوستس كيد نزل إلى مرحلة معينة البيغمام فوقهم واحد اثنين ثلاثة ونامي جبناها تحت في مرحلة أخرى نامي وغير من قبل شفنا الأكزايا في جهة جاك في جهة لا تنسون عندنا معارك ماركو المراحل كثيرة جدا غضب كايدو إخراج في غضب كايدو لما تحول وضعية الهايبر هذا جبار إخراج وعناية بالتفاصيل الرهيب لما أطلق غضبه انتقذي علي تحوريني مراحلة هنا الستوديو يدخلك في مشاهد مهيبة شيء للبيغمام شيء اليوستس كد بعدين رحنا إلى عامل الكوميديا في الحلقة أنه صعبة بعد ما أخرج لنا البيغمام بصورة مهيبة أنه يهز شخصياتها الحين يعني يمكن يهزها بعدين لكن يخليها كوميديا الحين لا ولا يوستس كد وكيلر لا يليق ذلك بهم ليه لأن كيلر في وضعية الحين أنه يضحك وهو حزين أو يضحك وهو جاد ويستس كد وعده بالقضاء على كل من يسخر من ضحكته فصعب أني أجيبها في موقف كوميدي طيب أنا مطالب يوضع طابع كوميدي في الحلقة أو في القصة أو في المرحلة هذه سواء ككاتب كمخرج كمحلل فهنا توجهت الصورة على مشهد نامي وأسوب وهم على الأسد وكان معاهم الطفلة تاما صاحبة فاكهة الديبي دانغو وأسوب فرحان أنهم الحين عندهم جنود كثار بس تاما ما أطلقت الأمر وقل لازم نوح نطلق الأمر يواجههم هنا بيجي وأنه يطاردهم وكان يطاردهم في محالة التحول الكامل لما شفنا مقادر يلحق بهم وأنهم قاعدين مرة يصعقونه مرة الغبار الغرائز الحيوانية لماذا يحول للهايبر؟ هل هم خصم يحتاج أن يتحول للهايبر وهو دمج؟ لا هنا يتحول للهايبر ليه؟ لأن البرق اللي ضربته فيه نامي عشان يتعافى منه في الطور الكامل طالما أنه عصابه لأن الطور الكامل يعطي دفاعية قوية بس ما يعطي تعافية قوية لما يكون خارج الطور الكامل في الوضعية الإنسانية يعطي دفاعية ضعيفة جدا لكن يعطيه سرعة وتعافية متوسط لكن لما يدمجهم مع بعض الطور الهايبر اللي هو الهجين اللي هو جزء من الحيوان وجزء من جسمه مدموجين ومكبرين وهذا طبيعي تشوف التهجين اللي صار لحيوان اللايقر اللي هو دمج ما بين اللايون والتايقر اللايقر هو دمج الأسد والنمر الحجم مره طبيعي لدرجة تيعطى أي هومونات أو مهدئات معينة أو أشياء تسوي كنترول لتضاعف حجمه لأنه ممكن يتضاعف إلى أحجام صعب السيطرة عليها فطرياً، علاجياً، تكاثر فيعطونا أشياء تهبط النمو عنده يصل إلى مرحلة أنه لو حطي دينا ممكن يوقع فوق باص كامل يصل مرحلة أنه أحياناً لو حطي دينا ممكن يوقع إلى نصف شجرة في صور الأهل اللايقر وقفين فوق سلم عشان يأكلونه لأنه ما كان فيه سيطارة على حجم فصائل الأولى من اللايقر في بداية اكتشافه فطبيعي إنك لما تشوف طور الهجين رح تشوف الشخصية اللي تحورت على طور الهجين إما أصبحت قزمة أو أصبحت عملاق أو هذا ما شاهدنا في بيجيوان أنه صار عملاق صار أسرع نعم صار أقوى وتعافي أسرع ما يحتاج يوقف يتعافى من ضرباتهم اللي كان هذا الهدف نامي وأسرم يضربونه ما كانوا ناوين يقضون عليه لا، هذا الشيء رح يأخفر بحالية يصبح لنا نهرب هذه الخطة لكن بيجيوان هنا متحول لطور الهجين ولا حقهم فيا الله المشهد الكوميدي لا 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 .. أسرم 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 أدراكم قوي هؤوتي هذه والله ميمز رهيبة م ماذا 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 ميم زرهيبة لأسب ونومي تحطها لو عادم معتذره كيف يكون شكل هذا هذا انت على قولاتم او تلميح خذوه راح يعجبكم ماتي 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 بعتين وميجي ولا ما جوروا بضعوبة لا 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 اسف 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 وقف وقف هذا تقدم توقب عليه اللي تحبه هذا كان ابداع كوميدي من شخصية عوادنا منها الكوميدية من شخصية ننتظر منها الكوميدية ومن شخصية ما كنا نتوقع منها الكوميدية لما تجمعهم في ثلاثة لما تجمعهم الثلاثة في مشهد واحد يكون ابداع خيالي مما يأخذنا بعدين إلى لوفي قبل كم حلقة كان فيه إضافة من الستوديو للعجوز هيوغيرو هذه الإضافة ما ظهرت في المانجا وهذا شيء يمكن عجبني لما الستوديو يوريني أن الانتقراه وتشوفها شيء بينما اللي راح أظهرها لك شيء آخر عيش متعة رهيبة لكن صراحة الأنيمي تفوق عندي في المشاهد هذه تفوق بشكل مره رهيب العجوز هيوغيرو كان يقول لأودن أنا ما شاركت معك في الحرب أنا ليتني ما طاعتك ووقفت ليتنا قاتلنا لكن إذا في حسنة بحطيها لقرارك بأن نحن نصبر وننتظر ونعطي فرصة للجيل اللي بيجي بعد عشرين سنة فهو أني أخيرا عندي طالب عبقري يعني طالب تلميذ تلميذ ألمعي لأن العجوز هيوغيرو كقائد ياكوزا كل اللي عنده أتباع ما يدربهم اللي يدربهم اللي تحته نظام الياكوزا زي نظام الدوجو اللي موجود في اليابان بس بنظام أقصى شوي النعيش خاصة أنت تنظم اللي فوقك السنباي انت كوهاي الجديد اللي فوق السنباي هو اللي يدربه المعلم الأكبر إذا كنت دوجو سامراي نينجا ممكن يشرف عليك فالياكوزا لا اللي فوقك قائد عصابتك البسيطة هو اللي يدربك قائد عصابتك البسيطة تابع لقائد أعلى منه دربة لكن أعلى منه قوة زي طقم كايدو تقريبا نظام أقريب من الياكوزا هيوغيرو عاش الحين متعة أنه يكون عنده تلميذ المعي عبقري شف لوفي قاعد يطبق أشياء هو كان يقولها بس أبي أحد يطبقها فالمتعة اللي انتعطيتني إياها هنا يجبون لك كيف أن العجوزا هيوغيرو قاعد ينقل لوفي تعاليمة طبعا العجوزا هيوغيرو كان لما علم لوفي كان علمها على التغليف بهكي التصلب اللي هو ريو عزة هكي التصلب عن نفسها وغلف نفسها فيه اللي هو تغليف هكي التصلب هنا ريو تقنية ريو هناك تخلي الهاكي معزول عن جسمك وكيف تتحكم بتدفق الهاكي وإطلاقه بدون لا تتلامس لوفي دائما كان يقولك تلامست إذا تحتاج أقوى يعني إذا ما تلمس الهدف وكون الضابة ضعيفة عشان يوجهها قوية لازم يلمس وعشان توجه ريو بإتقان لازم ما تلمس وتطلق كامل الهاكي والموضوع هنا يقوله مش على القوة الموضوع أنك تسمح بالتدفق بس اسمحنا بالتدفق فلنت فقط زي القنطة المجرى اللي ينقل التدفق هذا كن أنت البندقية اللي تطلق الرصاصة لا تكون أنت المطرقة اللي تضرب الرصاصة فهنا الفرق لوفي قاعد يتذكر بس لوفي هنا فهنا حتي طبقها اعتقد بأسلوب الهاكي الملكي خاصة يقول لكايدو أنا عرفت وضعك أنت متقن لتغليف الهاكي الملكي طبيعي أنه واحد ينقل بيكون عنده هكي ملكي مو بمعلومة واو جابها لوفي لازم أكرز في كلمة لوفي لوفي قال لا أنت متقن لتغليف الهاكي الملكي فقال كايدو سريد الدوج وإذا حفنا فقليلة فقط من الرجال الأقوياء اللي يمكنهم هالشيء مو بس يعني الموضوع مو عجيب أنا وصلت له المرحلة لأني أنا متقن له وفي حفنة قليلة من الرجال الأقوياء يستطعون ينفذون هالشيء نفس الكلام اللي قاله دون شنجاو للوفي في حدث بنك هزب قال له شنو إذا عندك هكي ملكي هلو عشان تقلنها إنه مو بالقوة في كايدو إنه عنده هكي ملكي القوة إنه يتقن التغليف بالهكي الملكي مو بإنك تطلقت الكلف العالمي الجديد أغلب الناس اللي باجتقبهم على العالم جديد عندهم هكي ملكي لكن أي نوع من الملوك تريدو أن تكون والكايدو كان يقول لأيه تبتسر مالك ها تبتسر مالك انتم مستخفين أي واحد طلع لي هكي ملكي قالت هم كل من خطش نبع قال أنا أوجال وكل من طلع هكي ملكي قال أنا يقولكو لا يا حبيبي موضوع مين مواحط فهذه اللي كان بيوصل دون شنجاو وكايدو فلوفي قال في هكي التصلب ما هي فيه لو أغلب في هكي التصلب وبس تضم ما هي تضبط لأنك قاعد غلب بهكي ملكي هنا المصيبة هنا القوة فقالها زودة دوشتها وجاك مشهد اخراجي يا رجل أول شي تفجر الطاقة وتفتح بتلات الهكي وتفتح زهرة الهكي اللي كان يقول عنها ريلي يكون في أحلك المواقف تفتح هنا لما جبوا لك المشهد جبوا لك أنها دمج مبين تعاليم بسيطة لوفي عرفها عن الهكي هذه تعلمها من ريلي بس ما لها علاقة بالموقف غير أنها علمها عن تفتح زهرة الهكي ومتر مبضى أنها تتفتح وشن هو الهكي هشير ما كان يعرفه هنا انتهى دور ريلي يمكن ريلي يفادع أكثر في التصلب في التطريف فاكرته لكن اللي صار هنا نعلمها متى تتفتح زهرة الهكي لما يكون في أحلك المواقف فجبوا لك الموقف اللي كان لوفي فيه في أحلك المواقف وهو الموقف الفاصل لما كان أطلق الهكي وكان يحدق في كايدو في بداية القتاب في مدينة كوري وكايدو قال إذن أنت تمتلك ذلك الهكي وذكرها شيء بأودن وذكر أيضا بيوسترسكن ذي ما قلت لكم كثيرا ندوم هكي مالكي بس اللي أطلقه لوفي في ذيك اللحظة واجح كايدو وكانت عيونة الطالة في كايدو هذه كنا نظنها لحظة دفاعية هذه لحظة تفتح زهرة الهكي وهنا جاب عليك لوفي الذكرة أنا كنت واعي أحس بداخلي جسمي يمكن خائر فمغماني بس أحس بداخلي اللي قاعد يصير فهذه اللحظة تفتحتها زهرة الهكي تفتحت البتلات لا البتلات صارت أقوى صار فيها تطوير لأننا دخلنا معها على تدريبات العجوزة هيوغيرو الثالث التطوير اللي سويه لوفي لوفي يتطوى في أرض المعركة العجوزة هيوغيرو كان يعلمه عن تدفق هكي التصلب هنا لوفي دمج فيه تدفق الهكي الملكي في التدفق هذا وتوصل إلى مرحلة زديدة حتى العجوزة هيوغيرو معلمة عنها مرحلة اعتبر قوية ولون الهكي الأحمر اللي احنا معتدينه من لوفي الهكي الناري النار أول ما تبدأ زي الحامرة أو الصفة أو البتقالية بعد أن تتغير لونها هنا لا اللون هذا دافع صراحة لون الهكي كيف لو بروصفها أنا تكلمت من قبل عن عناصر الهكي وإن لوفي عند العنصر الناري وأنا أشوفها فعلا هذا شيء يأكد مع أنه لما في الأخير شفتها مثل النور اللمبة فعلا يعني شفتها مثل النور اللمبة يعني فاللون اللي كان لازق وبلوفي اللي هو اللون الأحمر أو قريب ما بين الأحمر والدموي صار هالمارة لون أصفر تغير حتى لون الهكي ليش لأنه اشتعلت زهرة الهكي كاملة عند لوفي بكامل براعمها بكامل ألوانها مثل الزهرة اللي تطلع في البداية حامرة بعدين بيضة بعدين صافرة بعدين لما تفتح جوع المشا تشوفونها لما تفتح الألوان تبدأ فعلا بالأحمر لكن لا يخف 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 لأنه يوصل إلى قمة النقاء في عنق الزهرة هذه فهذا اللي يصاب بالنسبة لوفي عندها يتغير ويتطور لون الهكي بناء على قوتك بناء على مرحلتك بناء على اللي أنت وصلت له ووجه أخيرا ضرب الكايد وأسقطتها ورمت هراوتها وهنا لو بيقال ابتعدوا أبي أهزمها يعني ما هزمت أبي أهزمها يعني كأن الكاتب يقول لا تفرحون تراه ما أهزمها لو بيقول أبي أهزمها بس أنا أسقطتها الشيء اللي كان يبي يسويه زورو وهنا تجابه يتذكر كلام زورو لما قال كنت أريد أن أسقطك جاب المشي اللي كان زوري بيسقط فيه كايدو قال كايدو أفرح على قد أنك تركت هذا اللي راح يترك علامة علي اللي نسويتها قال لوفي هنا لا مو بأسقطتك أسقطتك ورميت هراوتك سرق روتك اللي قاعد تمشي وتهبد فينا فيها طيرتك طيرت وجهك وهذا يعتبر أول سقوط الكايدو حتى في عهد أودن ما شفناه هنا تطور في القصة مجنون وهنا كايدو قاعد يذهب يقول لكم من جين مزعج هذا جرحني هذا سوى هذا 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 شا الجيل هذا مريد داخلين علينا هنا لوفي كلمات جادة في المشهد هادر صراحة يعوض جميع العشاق اعتذر عن الخيبة اللي سوها أنه خلاهم يحمونه وأنه كان عبء عليهم وطلب من له بكل باقي خذ زوره ونزل وأنا راح أتكفر فيه لوحدي مهما كلف الأمر مبلغ كلامي لللي تحت هنا نقدر ناخد الكلام هذا يعني قبل نختم حلقة بمحور معين المقصد ماجد يشوف أن المقصد من كلام لوفي خلوه أنا بواجهة واحد ضد واحد وهذا صحيح وهذا صحيح مئة بالمئة أنا بواجهة خلوه علي أنا بواجهة وبقضي عليه مهما كلف الأمر وبلغ اللي تحت بلغ اللي تحت هل مقصد هل لاحد يجي لاحد يدخل أنا بخذها شنب واحد ضد واحد لا أنا اللي يشوفه لوفي الهادع اللي يتكلم هنا كان لوفي القائد لا تخافون وتتركون مواقعكم القتالية عشان تساعدوني أنا بتكفل فيه مهما كلف الأمر خلوه قد كفيني عالية أنا اللي راح أتكفل فيه وأنا اللي راح أقضي عليه لما توجعون تركزون في البداية المعركة الأكذاية كان همهم يوحون الكايدو لأنهم يبون ينتقمون وعندهم هدف يبون يحققونه لوفي يبي يروح الكايدو ليش عشان قبل يصير لأكذا شي ويبي هو اللي يقابل كايدو يستس كد يبي يروح الكايدو ليش لأنه حاقد عليه ويبي ينتقم لأنه فيه خوانه أهم زي اللي شوفهم في آخر الحلقة لعب كايدو الأساس لفوق هذا أودن من قبل عقب أورتشي أورتشي هو ساس المصيب لا أروح أتفهم مع كايدو أورتشي أوجعله ولو أنه تفهم مع أورتشي وخلص على أورتشي كان سهل عليها أمر كايدو ولا تدخلات اورتشي لكن راحلا الكايدو عندنا هنا مثلا انزوره تحت يد كيكو او ماذي من ترك موقع لازم سحولت ش هذا التركيز على كائدو الذهرенные بكائدو دخلjakك كايدو تطمنا خلصونا من البلاوي اللي تحت شي الفائدة لما تخلص على قائد الجيش لو نهزم كايدو واللي تحته في كامل عنفوان وبيمسرحونا فهذا كان مقصد لوفي هنا اللي تكلم لوفي القائد الحكيم أنا راح أقضعي مهما كلف الأمر طم منهم لا حد يتك موقعه لا حد يخاف لا حد يحاتي ابدو المعركة هنا لوفي قرع الجرس بداية المعركة لنا احنا كمتابعين قبل يقرع الجرس بداية المعركة لطاقمة الحين أنا راح أتفهم مع كايدو نشوف مشهد يوستس كيد ومرايحة بتعامل مع البيقمم هالمارا كيف تغير الموضوع لما عرف ان في اثنين قدرين على كايدو حين نبراح أتعامل مع البيقمم العجوز الشمطة والله ما خليها ترقى مرة ثانية الكايدو تبهدلنا واجه بس الهوكنز يعني اوتوف نووير طلع وقال إذا كان في خيانة الخيانة من أبوه أنا بس جيت نفسي الحين أنا ماجي مع النجاح قتي يوستس كيد غضب قال لكيلر راح خلح علي أنا بتصرف معاه هنا وجعت ضحكة كيلر مرة ثانية في جملة أو جملتين لما راح يستس كيد وبكل ثقة اهترك الموضوع لكيلر لاحظ يستس كيد هذا اللي كان رافض يخلي لا الزور ولا اللاو ولا اللوفي ولا شخص قوي الدور في حمايته أو الدور في التدخل هنا وثق أما أن كيلر شخصية قوية جدا أو كيلر شخص يتكل عليه جدا مثل اللوفي مع زورو وانا اقول انها الاثنين لانه اليستس كيد نظر بنظرة القوة المشكلة انه بس الهوكنز قال يعني قال شكرا انك خليته يروح لانا الحين صار لي فرصة في الفرز مساعة ما كان لي فرصة عليكم اثنينكم هذا طبيع يعني تتكلم عن واحد من الاعلى في السوبر نوفا ونائبه ويعتبر نائب سوبر نوفا ضدك انت لوحدك فهنا مواجهة سياف امام سياف سياف يستخدم تقنيات الموجات الصوتية مع سياف الساحر قمة الولاء مع قمة الخيانة راح تتواجه معركة مجنونة طاحة وننتظرش بيصير مع الزوار والاو لما قالهم لو بروحوا وتركوا لي عرضوا المعركة الحلقة صراحة قيمها عشرة من عشرة من احد صوتياتها الجميلة مؤثراتها الصوتية الإضافات الرائعة اشترك في الحلقة صراحة ويش توقعاتك لضحكة كلها واللي اختفت في مشهد من المشاهد هلو خطأ من السيديو ام هنالك هدف مقصود منها في النهاية قل معي سبحانك الله ومع بحمدك اشهد ان لا اله لانت اصتغفك واتوبريك اصتغفك في القناة لايك والشير ونشوفكم على خير اشترك في القناة